السلام عليكم أعزائينا الطلبة نبدأ مع الجزء الرابع من موضوع Mass Transfer Operation اللي رح ناخذ ب Diffusion in Gases أمثلة لموضوع Accumular Counter Diffusion المثال الأول اللي هنا موجود قدامكم هو عبارة عن Uniform Tube عبارة عن أنبوب منتظم طول هذا الأنبوب 0.1 متر والقطر الداخل 0.01 متر هذا الأنبوب يحتوي الداخل على غاز النيتروجين الشيء يحدث لدينا غاز الأمونية اللي هنا اعتبره هو لمادة A اللي هي هاي المادة A هنا اعتبره هو مادة A ومو دائما هو يكتب المادة A بس هنا لأنه هو أول مثال رح يسهل الأمور عليكم بس احنا نقدر نعتبر رح نعرف بأنه هو المادة A من كلمة هو جاي يقول عندنا Diffusing Diffusing فالمادة الأمونية الأمونية هي رح تنتشر وين رح تنتشر داخل البايم يعني وين النيتروجين إذن الأمونية هي المادة A رح تنتشر وين بالمادة B اللي هي النيتروجين والنيتروجين أيضا رح ينتشر بالأمونية فليهذا اعتبرنا بأنه هو النوع الحالة الأولى بأنه المادة A تنتشر بالB والمادة B تنتشر بالA عند النقطة واحد بأنه Partial pressure للأمونية هي 1.013 في 10.4 باسكال وعند النقطة الثانية PA 2 حيكون 0.507 في 10.4 باسكال هذا مطينا PA 1 ومطينا PA 2 من إضافة مطينا Total pressure اللي هي 1.013 في 10.5 باسكال هذا Diffusivity قيمة الثابت DAP 0.23 في 10 أسالب 4 سنتيمتر تربية هنا طلاب وليس تكعيب على سكت المطلوب حساب عندنا مطلوب حساب مطلوبين الفلاكسز of A and B at temperature 288 Kelvin الفلاكسز هنا أقصد بها NA طال N طال من عندنا حساب NA وال NP المطلوب الثاني The rate of mass transfer The rate of mass transfer for species A and B The rate of mass transfer هس رح نعرفه بهذا السؤال هو شو يقصد بالrate of mass transfer الفلاكسز بالمطلوب الأول هو rate of mole flow rate بالمطلوب الثاني The rate of mass transfer يختلف عن الفلاكسز من يقول rate of mass transfer يختلف عن الفلاكسز هس رح نشوف نجي نبدأ نحل أن أول مطلوب رح نحل الفلاكسز اللي هو يطلب من عندنا قيمة NA وقيمة MB قيمة MB إذا كان closed system اللي هو نشتغل به يقصد بـ closed system بأنه المادة A هي التي تنتشر بالمادة B والمادة B تنتشر بالمادة A فالقانون هو لإيجاد الفلاكس نحن بدي نأخذ إيجاد الفلاكس مع المادة A اللي هو NA بما أنه closed system فالNA يعمل DAP على R في T PA2 PA1 أو PA1 PA2 مع واضع الإشارة طبعا على Z اللي هي المسافة Z هي تكتبون Z2 ناقصا Z1 أو فقط Z هو مسافة ثابتة يعني هي تبدي من المصدر إلى وين دا يريد حسب المسافة مادة اللي هزا نشوف شين يقصد بالمسافة نجي على القانون نحتاج DAP منطينا قيمة DAP اللي هي 0.2 3 10 4 نجي على المقام R اللي هو 8.3 1 4 طلاب هذه ملاحظة لازم تعرفوها قيمة R تعتمد على الوحدات السؤال اللي هي ثابت الCONSTANT وخليوها ببالكم بأنه أنا ترى ما أنطي قيمة R بالسؤال لأنه المفروض أنتو تحفظوها حاضية حسب نوع الوحدات وهي الوحدات عادة تكون أما بالسنتيمتر بالمتر بالباسكال بالنيوتينج فحسب الوحدات المطيقومية هي تقريبا نوعين أو ثلاثة من R تقيم الموجودة نأخذها بالأخص خلال هذا الكورس قيمة T من 298 ودائما T يجب يكون بالكلفن وليس بالسنتيمتر فإذا لازم T لي طينيها أو أنا أعوضها بالقانون لازم دائما تكون بالكلفن نجي على قيمة PA1 من طينيها قيمة PA2 من طينيها وقيمة Z هنا هي المسافة Z وين يصير هو الانتشار الانتشار يصير في داخل الأنبوب المنتظر عادة الانتشار يصير على طول الأنبوب وبالتالي فZ يخصد B هو المسافة مسافة الانتشار وعادة هو مسافة الانتشار ضمن هذا السؤال هو يكون ضمن طول الأنبوب فطول الأنبوب مطينا قيمة فكل ما يتوفر عندي بالسؤال وجدت قيمة الأنعي طلعت 4.7 في 10.7 كيلوغرام مول كوحدات مول على وحدة مساحة في زمن فوحدات الأنعي دائما الفلكس هي مول على وحدة مساحة في زمن هذا الفلكس ما للمادة A الفلكس ما للمادة A بما أنه خاصية هذه الميكانيكية الفلكس ما للمادة A هي نفسها الفلكس ما للمادة B ولكن بعكس الإشارة تقدرون تقولون بأنه بما أنه أنا حصلت المادة A لفلكس ما للمادة A راح تكون الفلكس ما للمادة B هي نفسها مع المادة A ولكن بعكس الإشارة فأخذت ما للمادة A الفلكس وضعتها ولكن عكست الإشارة حصلت على الفلكس ما للمادة B هذا هنا أنهينا جزء الأول من المطلوب نأتي على الجزء الثاني من المطلوب اللي هو Mass Transfer Rate Mass Transfer Rate الموجود عندنا هنا يطلب شنو من عندنا اللي هو Small Na فعلاقتها الماس transfer rate ويا من ويا الفلاكس هتكون شنية الفلاكس الماس transfer rate على الأرية الماس transfer rate هو يريد الماس transfer rate إذن شنية الفلاكس في الأرية الفلاكس في الأرية أنا من أريد أن أطلع الماس transfer rate لمادة A أحتاج الفلاكس مال المادة A في الارية أنا الفلكس مال المادة A أطلعها سابقا من المطلوب الأول أضربها في الارية الارية مال الأنبو هي شنية π على 4D تربيع دي مطنية بالسؤال وجدت الارية من وجدت الارية رح أقدر أضرب هاي الارية الموجودة هنا ويا الفلكس مال الأي رح أوجد منو أوجد ماس الترانسفير ريت للمادة A وجدتها نفس الشيء بالفلكس مال الأي هي عكس البي عكس الإشارة نفس الشيء بالماس الترانسفير ريت اللي هي عدد الموالات على واحدة الزمن نفسها للأي هي نفسها مال ب أيضا ولكن بعكس الإشارة وبالتالي وجدت مال مادة A وجدت مال مادة ب وهذا المطلوب الثاني من السؤال أما المطلوب الثالث هاي من عندي أنا إذا كدرونت ترونيجوها كهومورك المطلوب من عدكم تقلقل The velocity of A and the velocity of B The velocity of A and velocity of B The velocity of A هو عبارة عن شنو تقدر بطلية لأنها عند نفس القانون نحن قلنا سابقا بأنه المولار فلاكس المولار فلاكس مين متكون؟ متكون الـ N A شي ساوي لنا الـ N A يساوي لنا الـ U A في الـ C A إذن الـ velocity شي ساوي لنا يساوي لنا الـ N A على الـ C A زين الـ N A أنا وجدته وين وجدته بالفرع الأول بقالي من هو؟ بقالي C A ممطني بالسؤال أقدر أجد C A من القانون العام للغازات دائما لأنه عندنا أستخدم غازات C A هو عبارة عن PA على الـ R في T الـ R في T بالمقام هي ثوابت ومنطينا T بالسؤال والـ R أنا حافظة يبقى PA بس يستطيعون PA يا PA لأنني PA واحد وPA اثنين فعادة ناخذ الأفرج PA PA 2 على 2 ناخذ الأفرج فأطلع PA أفرج فأوجد وراها من وجدت PA هذا وجدته وهذا واجده من قانون المطلوب الأول رح أوجد قيمة U A نفس الحالة بالنسبة لل U B أوكي ال U B عادة احنا من نحتاجه أو U B A أو الفلاكس ما للم مادة بي من أريد أطبق إذا طبقت الفلاكس أرجع لي الفلاكس على المطلوب الأول إذا طبقت شوفوا هنا هو على PB من أريد أن أطبق ال M B الفلاكس فأحتاج إلى قيمة منوة PB أيضا عندي PB1 وعندي PB1 وعندي PB2 وعندي PB2 أتبق أنني أحتاج من أذى أريد الفلاكس ما المادة بي زين ما أسويها إذا ما أريد أسويها عن طالق قانون الآن أي نفس القيمة وعكس الإشارة فأحتاج إلى Partial Pressure ما المادة بي ال Partial Pressure ما المادة بي أحتاج مو منه PB1 فالPB1 هو عبارة عن Total Pressure شنو ناقصا PA1 إذا أحتاج PB1 عبارة عن Total Pressure هذا مطنية بالسؤال ناقصا PA1 مطنية بالسؤال أوجد PB1 ونفس الحالة من أريد أوجد PB2 عبارة Total Pressure ناقصا شنو PA2 هذا أيضا أقدر أوجد قيمة PB2 فعن طريق القانونين أقدر أوجد قيمة PB1 وقيمة PB2 وأستخدم ها في حالة أنا أحتاج قيمة PB في حالة إذا كانت 1 أو 2 طلاب أما الأكزامبل الثاني اللحظة عندنا هنا Two Large Vuzzles عندنا وعائن يحتمون على نوعين من الغازات كما مواضح لكم بالصورة أدنا الفزل الأول يحتوي على 80% من النيتروجين والمتبق الذي هو 20% من الأكزجين أما الفزل الثاني يحتوي على 20% من النيتروجين و80% من الأكزجين هذا السيستم هو نوعين من الغازات من الغازز هذه النسبة الموجود بها هي Y يحتوي على 1 في الفزل الأول و Y 2 في الفزل الثاني هذا الفزل الذي نسبة الموجود بها تحت درجة حرارة 20 سنتيغريد انتبهوا على درجة حرارة 20 سنتيغريد يعني قلت لكم سابقا التنبرتر نحن دائما من التطبق بالقوانين لازم تكون بالكلبن نمطيكم التوتال برجر هو 2 أتمسفير طالب من عندنا حساب المطلوب الأول The flux يعني N A وال N B وال rate of transport of نيتروجين نفس الحالة rate of transfer اللي هو نقصد بها mass of transfer اللي هي N A small وال N B المطلوب الثاني The partial pressure of N الضغط الجزئي ال N و H gradient the tube هو الحدار بالضغط اللي هو التيوب الواصل بين الوعائين اللي هو هذا التيوب قطرة 0.05 سنتيمتر وطول 15 سنتيمتر هذا هذا الانبوب يربط بين البسل الأول والبسل الثاني وأيضا طالب من عندنا المطلوب الثالث the net mass flex or total mass flex N small total مطلوب مطلوب بسؤال آخر شيء given the diffusivity of nitrogen oxygen أقصد بها diffusivity اللي هي diffusion coefficient اللي هو الثابت مطلوب 1.01 10 10 5 5 متر تربية per second درجة 20 cent 2 أكماسفير مطلوب إلى كلفن فأصبحت الـ temperature هي 293 كلفن Z هو قيمة 0.15 متر مطلوب Z هو المسافة اللي تربط بين الوعائين اللي هو طول الانبوب هو رح يصير بعمليات الانتشار بين وعاء الأول والوعاء الثاني مطلنا في مصطع السنتيمتر نحويلها إلى الأمتال لانشغل نفصل 0.15 متر مطلنا بالسؤال مول فرقشن فأنا احتاج بالقانون مول فرقشن 20 و 80 بالعكس فأنا نحتاج PA1 و PA2 فأحويل مول الفرقشن إلى Partial Perger كيف نحويله عن طريق هذا القانون PA1 مول فرقشن في Total Perger سأطلع PA1 سأطلع PA1 و هنا سأطلع نفس القانون أستخدمه للPA2 اللي هو YA2 في Total Perger واحد 80% ولكن YA2 هي 20% الموجودة بالوعاء الثاني فطلحت PA1 و PA2 أرجع سأجد قيمة NA سأجد قيمة NA اللي هو FLUX NA CAPTER المطلوب الثاني من المطلوب الثاني من المطلوب الأول قيمة RATE الـ MASS MASS OF TRANSFER N A SMALL مثل ما موجود في رقم 1 الفلاكس medi avons الفلاكس Columbus ف فلاكس bowl الفلاكس هي شخص الي الموجودة علىها ffentlich هذا هو الفلاكس ال Foster ال اسمduction الезжафat هناك اربط بين الفازل This time pi 4d تربية اضربها في قطر ال دربي quitting كال tasks طلعت root of trestar هذا مال منوى هذا المال منوى وطلعنا الـ flux وrate of transport مع المادة A طالب من عندنا المال مادي B نفس الوقت الذي هي الأوكسجين قلنا المادة A بما أنها الميكانيكية الاولى فيقدم أن المادة A هي نفس المادة A ولكن بعكس الإشارة بما أنه أنا قام بإستقراض الان اي اقدر اقول الان بي هي نفسها الان اي ولكن بعقس الاشارة مو بس هابه حتى الريت اوف ترانسبورت اللي هو ان اسمول الان اي اسمول يساوي انه نفس الان بي ولكن بعقس الاشارة فقط تكتبوها نفسها بس تغيرونا الاشارة مالتها مثل ما هو موضح قدامكم النتائج موجودة هذا بالنسبة للمطلوب الاول المطلوب الثاني يطالب من عندنا البارشل برجر من نيتروجين والقريديينت البارشل قريديينت اللي هو بالخزار رقم واحد اللي هو يطلع من الخزار رقم واحد يروح للان بوب فاكو قوانين هنا رح تحفظ جديدة ظاهرة عندنا البارشل برجر بي اي قانون مثل موجود ضمن المستطيل هذا المكتوب علي قانون حفظ البي اي اي شي ساوي انه التوتال برجر زائدا غريديينت برجر مضروف في دلتا زت اللي هي مسافة الانتشار بس ما قدر اطبق هذا القانون لانه دي بي اوبر دي زت هذا الموجود بين القوسين ما عندي اللي هو برجر غريديينت فلازم اطلع البرجر غريديينت بالبداية و اوجده فراح اطلعها بالبداية وبعدين اوجده ف دي بي اوبر دي زت هو معناته انحدار الضغط بالدلالة المسافة فا اي اثنيا ناقصا بي اي واحد على زت الذي هو على شكل مستطيل أخبركم الـ PA يساوي أنه total pressure زائداً الحدار الضغط في delta Z الحدار الضغط DP over diesel طلعت الذي هو سالب 8 والـ delta Z الذي هي ما هي هنا delta Z هي المسافة التي سيبدأ من عندها الانتشار التي هي قطر الأنبوب بالحد الأول زائداً total pressure هنا total pressure هو مطلع بالسؤال إلى 2 أتموسفير ولكن ليس هذا الأستخدام هذا total pressure هذا total pressure ما سيستم كله هو يريد total pressure ويصير partial pressure ما للمادة A ضمن الفزل الأول ضمن الفزل الأول سأعتبر total pressure هو partial pressure سابقاً ما للمادة A فلهذا total pressure لا أعوض ب2 أعوض بال1.6 اللي هو partial pressure ما المادة A موجود بالوعاء رقم 1 فانطبقته وجدت قيمة PA يساوي 1.2 أتموسفير المطلوب الثالث هو net flux أو net mass transfer نت mass transfer هو عبارة عن شنوى هو total mass transfer للسيستم كله اللي يتكون من المادتين من أريد أطلع من يقول نوت نت flux أقصد بيها هو لفلاكس أقصد بيها لفلاكس معناها لفلاكس مع المادة A أضربها في الوزن الجزئي مالتها زائدا لفلاكس مع المادة B أضربها في الوزن الجزئي مالتها أوكي بس لازم شا سوي لازم أضربها في الوزن الجزئي على مدأ حوله بدلالة شنوى بدلالة المولات فش رح يصير عدن الـ NA في الوزن الجزئي مع A زائدا الـ NB في الوزن الجزئي مالته فقدرت أطلع النت flux الذي يطلب من أدي بالسؤال بس هنا الفلاكس الموجود هو ماس فلاكس يعني شا سوي ماس فلاكس لازم أحاول بدلالة شنوى الوزن فهنا لديكم هذا خطأ هنا المفروض أن يكون كيلوغرام كيلوغرام على متر تربيع في سيكند على مد أتخلص من الكيلو مول الكيلو مول راح صار بدالة كيلوغرام لأن عادة أن هو الفلاكس يكون بدلالة منه بدلالة الكيلو مول الفلاكس يكون بدلالة الكيلو مول هذا فهنا هو من طلب من عندي بالسؤال ماس فلاكس نت ماس فلاكس يعني بدلالة الماس وليس بدلالة المول فهنا بس تغيروها طلاب كيلو مول يتكون مع طول ضربة في الوزن الجزائي ستخلص من المول ويتحول إلى كيلوغرام وبهذا اتطرقنا بهذا الجزء من المحاضرة إلى نوعين من الأسئلة لحساب قيمة الفلاكس لحساب قيمة الماس الترانسفير لحساب قيمة عندكم البرجر 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 تعرفنا على قوانين جديدة فأرجو أن يكون الموضوع الآن كامل قدامكم وهذا أنهينا ميكانيكية النوع الأول من أنواع الانتشار اللي هو إكيمولر ديفيوجين وإن شاء الله نتطرق بالمحاضرة الجاية إلى النوع الثاني من أنواع الميكانيكيات الانتشار وشكرا جزيلا للجميع ترجمة نانسي قنقر